السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبدنك وأن يرزقك رزقاً يغنيك ولا يطغيك وأن يرضى عنك ويرضيك ويصلحك ويهديك وأن يجعل أحسن أعمالك خواتيمها وأن يحشرني وإياك ووالدينا مع حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا إلى يوم الجمعة 21 تموز يوليو طبعاً القمر اليوم موجود في برج العذراء اليوم الأجواء تقريباً نقدر نحكي فيها بعض التقلب ولكن فيها ضغط على الأعصاب والعصبية وبعض الأمور إلا أنه ممكن أن يصير فيه فرج على بعض الأبراج أو أخبار سارة أو أحداث إيجابية القمر الآن موجود في برج الأسد ما زال موعد بث الحلقة لهو مساء يوم الخميس موجود في برج الأسد في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة واربعة وخمسين دقيقة من فجر اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواة وهي منزلة للربح والحرية والزواج نحن الآن في فترة خلو مسار يعني هي بتبدأ بعد بث الحلقة تقريباً بثمان دقائق ببدأ خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة خمسة واثنعشر دقيقة عصراً من عصر اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء يعني خلو المسار مدة ثلاث ساعات وتقريباً أربع دقائق فعشان هيك من الآن يعني موعد بث الحلقة ثنتين وتمان دقائق عصر الخميس لغاية الساعة خمسة واثنعشر دقيقة من تقريباً مغرب الخميس بتوقيت الأردن بيكون هاي فترة خلو المسار بعدها بنتقل القمر للعذراء فترة خلو المسار احنا ذكرناً ها فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعاً القمر بما أنه رح تواجد طول اليوم ما في برج العذراء معناته احنا اليوم منعود لطبعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها نجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم مادياً وعاطفياً ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما لها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحوليات وبوسع نقتنع حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التقابل السلبية اللي بين المريخ وبين زحل طبعاً هي يعني بعد قليل ذروتها إحنا الآن بذروتها هاي الزاوية وهاي الزاوية بدأ تأثيراتها يوم 13-7 ومستمرة ليوم 28-7 وحكينا أنه هاي الزاوية بتزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما أنها بتزيد من العصبية ويجب تمالك الأعصب وضبط النفس عند التعامل مع الغير لأنه ممكن شوي يصير في بعض المواجهات عشان هيك يجب تجنب المواجهات بهاي الفترة مع أي خصم بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لإمتعاد داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير وبيدفعنا للإفراط أو التهور أو العصبية اللي ممكن تسببنا حوادث أو عمليات جراحية بتزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وبتعرضنا لهجومات مع الخصوم فتاكي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية أيضا إحنا الآن في ذروتها يعني اليوم إحنا في ذروتها زاوية التثليث الإيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي تأثيراتها من يوم 13 سبعة ليوم 28 سبعة بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث وهذا شيء بيجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبيخلق ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس هذه الزاوية تأثيراتها من يوم 27 إلى يوم 27 سبعة طبعا ذروت هذه الزاوية يوم 23 سبعة بتصيبنا حاليا من التشتت الفكري وعدم التركيز وهذا الشيء بيصعب علينا إيجاد حل لبعض المسائل برضو بتجعلنا عصبيي المزاج وبنرتكب الأخطاء وبنتهور وهذا الوقت غير صالح للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هذه الفترة لأنه لدينا بعض الأفكار الثورية المخالفة للرأي العام وبتجعلنا عصبيين وبنرتكب الأخطاء وبنتهور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين المشتري طبعا هاي اليوم آخر يوم لتأثيرات هاي الزاوية لأنها هي بدأت يوم 15 سبعة ومستمرة ليوم 21 سبعة وأنه هاي الزاوية بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار اللي ممكن أن نتعرضنا للمشاكل مع العدالة يجب تجنب توقيع الوثائق المهمة ونحاول أن نمنخم باستثمار أو مضاربات مالية لأنه ممكن تنتهي بدعوات قضائية إذا ما كنا من تبهين من العقود وأيضا من قدرتنا المالية على السداد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية طبعا تأثيراتها من يوم 13 سبعة ليوم 37 ذروتها يوم 22 سبعة الساعة 53 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني الآن إحنا في فترة ذروتها بثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن بتعزز التسلط عند البعض بحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتضع عقبات في طريق نجاحهم بتسبب عدوات خفية كما أنها بتزيد من حدة شهوانيتنا اللي ممكن أنها تضر أو بيصير عندنا ضرر بالصحة مش بسبب الشهوانية بس بس بسبب الضغط النفسي والإفراط أيضا وممكن تسبب أنها أمراض خطيرة إذا ما انتبهنا لصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي حكينا أنها زاوية منفصلة بدأ تأثيرها يوم 28 ستة ومستمر تأثيرها لأيوم 12 هاي الزاوية يعني هي سبب عودة وضعية أو حدث أو موضوع أو قصة بترجع بتظهر على الساحة وهذا الشيء بيدعم من وضعنا أكثر فأكثر بالنسبة للزاوية اللي مؤثر اليوم طبعا أول زاوية هي مستمرة من الآن موعد بث الحلقة وحتى منتصف ليل الأربعة يعني بتظل حتى صباح يوم الجمعة تقريبا وهي مستمرة بتأثيراتها هي زاوية إيجابية بين القمر وبين الزهرة بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين زحل هاي ذروتها الساعة ستة ودقيقتين من صباح اليوم الجمعة طبعا تأثيراتها برضو من الآن موعد بث الحلقة وحتى نهاية اليوم يعني حتى مساء يوم الجمعة على السبت من واجه مصاعب عرقيل بتطلب مننا أن نبذل جهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض لشجاعا لازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة فنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية يعني ذروتها الساعة ستة وخمسة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الجمعة بتبدأ برضو تأثيرات من الآن موعد بث الحلقة وحتى نهاية هذا اليوم بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرا وكثيري الصمت ومبغضين للنساء بشكل خاص وهذا التحول طبعا مضرب جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الجمعة تبدأ تأثيراتها من ساعات فجر يوم الجمعة وبتستمر حتى ظهر يوم السبت بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حول لك أنها مشاكلنا إحنا ومن حول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني طبعا لأنها إيجابية هاي الزاوية معناته من ساعات بقريبا نقدر نحكي فجر الجمعة تبدأ تلوح الفرص للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتمنحنا العطف والمودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحظوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا في التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين طبعا هاي الأعضاء لازم نوفر لها العناية الإضافية إذا لزم الأمر مراجعة طبية أو أخذ علاج أو فحصات يعني ما تتأخروا إذا شعرتوا بأي شيء غير اعتيادي طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية الصغرى زي التنظير أو عملية صغرى ما في أي مشكلة لهاي الأعضاء ولكن عمليات كبرى ما بنصح لهاي الأعضاء تحديدا أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن مش بطريقة الليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه في برج العذراء رح يستقر خلو المسار القادم بيبدأ الساعة أربعة وخمس دقائق من صباح يوم الأحد ثلاثة وعشرين سبعة وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وأربعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره أربع أيام في دمام الساعة خمسة وثمانية وأربعين دقيقة صباحا بصير عمره خمس أيام النسبة الإضاءة خمستعاش في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة سبعين في المية في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة خمسة وأربعين في المية القمر في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية أما في ساعات المساء مساء يوم الجمعة برجع سعيد بنسبة عشر في المية عطارد في الأسد حتى يوم 28 سبعة منتحس الآن بنسبة 35% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 5% الزهرة في الأسد اللي بدأ يعني تأثيرات أو بطءه لدرجة الثبات احنا منسميها لأنه بده يبدأ بعملية التراجع يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 50% المريخ في العدراء حتى يوم 27 ثمانية سعيد بنسبة 15% والمشتري في الثور حتى أربعة تسعة سعيد الآن بنسبة 15% ولكن في ساعات المساء ببدأ بعملية النحوسة تبعته فاتصل نسبة النحوسة لـ 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% وأورا نصف الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% حطيته لايك وديسلايك وكبسته على الكبسات قبل ما أنا أحكيلك وأذكركه بالله اللي كبس قبل ما أذكره يكتب لي تحت إنه كابس قبل ما أنا أذكره واللي أنا ذكرته برضو يقول أنت ذكرتني في هذا عشان نعرف أم تنصر نحكي ما نحكي خلص بكفي يعني يعني كبسه يا جمعة الخير والله ما بأخذش يعني بخصمش فلوس منكو وأنا زالما بقول لكو كبسات التبرع والهدول لا تكبسوش عليها بديش فلوس ما أنا قلت لكو قال لها ديك اليوم قلت لكو أنا ما بدي فلوس لا تكبسوه وهي الكبسات لأنها مجانية ولا تخصمش من موقعك ولا من رصيدك ولا بتبطئ تلفونك ولا حدا بيعرف أنك أنت كبست يعني كبس يا أقي كبس الله أكبر وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيبدأ التراكم بالعمل عندكم لأن القمر صار موجود في البيت السادس يعني ببيت العمل والصحة اليوم اهتمامكم رح يكون بالعمل وبالصحة صحتكو صحت أحبائكو يعني شيء من هذا القبيل بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بدكم تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم واللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية يراجع الطبيب حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة وحاولوا أنكو يعني تكونوا مارينين عشان تتوصلوا لاتفاق وخصوصا بأي شيء من الأمرين اللي ذكرناها ابحثوا عن حليف أو عن دعم واتجنبوا الإساءة إلى الأصدقاء وشركائكم وزملائكم بالعمل وبرضو منرجع من أكد عن موضوع الصحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بضر رغبتكم قوية في التقرب من أحبائكم اليوم القمر اليوم موجود في البيت الخامس يعني عاطفة وبعض الحضوث وبعض المواهب الاهتمامات الشخصية والجسدية كتجميل أو هندام أو حمام تمشي تشعر أي شيء واليوم بإمكانكو إيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بيحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي والتواصل مع المحيط واليوم ممكن يكون من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا إذا استغليته صح وما حاول تفرض سلطتك على أصدقائك ومع الصبت تشعروا بالطمأنينة والراحة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتنشغله في تنظيم أموركم البيتية والعائلية التركيز كله رح يكون على البيت والعائل والأحداث العائلية مشاكل أو تصليحات ترميمات اهتمامات كلها بالعقارات أو استئجار بيت بيع عقار مطالبة بحق نقاش أشياء من هذا القبيل وبوسع كل يوم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعروا ببعض الوهن أو الحزن أو التعب أو تقلب المزاج وبتبحثوا عن ملاذ آمن أهم إشي إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك بتلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكون اليوم نشاط عالي قمر موجود في البيت الثالث وبيت داعم لإلكم بشكل قوي يعني اليوم اتصالات وحوارات ونقاشات وتنقلات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار اليوم بيسجلك لقاء مهم أو اتصال مفيد وبتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وممكن تقوم بزيارة أو تلاحق بعض الأعمال الملحة والضرورية اللي بيشتغلوا في مجال الإلكترونيات بيستفيدوا كثير أو الأشياء اللي بيحجل الإقناع أنت مقنع جدا اليوم يعني بس بدك تكون حذر من العصبية برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد طبعا اليوم بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع تعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السارقة زي ما حكيت حلقة الأمس إن وجد أساسا كيف بس اللهي إحنا الأسود أكننا هوا في الشمس اللي موجود في بيت متاعبنا يعين اللهي ما ظلش كم يوم وتوصلنا المهم اليوم في فرص مالية بتيجي من عمل إضافي أو دعم أو مستردات أو هبات ولكن بتكون تناقشوا بهدوء وبدون تسرع المواضيع المالية لا تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقض قبل التوقيع على العقود أحدد أهدافك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم تشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكونوا مميزين بأداكم والفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماسه وفي وضوح بالأفكار طاقتك رائع اليوم وحتى اليوم أنت ملفت للانتباه للجنس الآخر نشاط وحيوي واهتمام بالذات عالي جدا وقدرة على المساجلة اللي يعني اليوم أنت أي حدا بده يناقشك ما رح يتغلب عليك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب عشان هيك هاي فترة ضاغطة ليومين بعدين الأمور بتتحسن لما القمر يوصل عندك فبدك تتحملها عشان هيك هاي الفترة بتطلب منك الانتباه بشكل جيد لصحتك لأنه ممكن يسيطر عليك التعب الشديد أو تشعر ببعض الوهن كله لأنه القمر موجود في بيت المتاعب ممكن تفكر في إلغاء الموعيدة أو الابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال ولكن إذا فهمت اللي أنا حكيته واقتنعت فيه وحاولت تعمل بشكل روتيني بتطلع من كل هذا الضغط لحالك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء القمر في بيت العلاقات الاجتماعية منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنه ما تبقوا وحدين بل سارعوا في المشاركة وإلعبوا دور بناء في محيطكم ومجتمعكم بتتمتعوا بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة يعني حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة يبل ما تراجح حالك عشان أنه ما تكون عكسك الأمور وحاول أنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك وقلل من الهجوم الكاسح اللي بتهجم فيه على الخصوم أو على الأشخاص اللي ما بيعجبوك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن القمر زي ما حكينا في بيت السمعة فعشان هيك جيد للي بيبحث عن عمل أو بده ينتقل من مكان لمكان أو حتى بده يعزز علاقته مع المسؤولين أو يعني الأجواء تقريبا فيها إيجابيات عالية ولكن لا تجازف بسمعتك ولا حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرفات الارتجالية وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم عندك اندفاع وحماسة رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك عندك حيوية فائضة ابتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا أهمش انك ما تضيع عليك الفرصة اليوم من الأيام المميزة حتى على المستوى العاطفي واللي عندهم امتحنات أو مقابلات أو اللي بيشتغلوا في مجال التجارة أو عندهم أوراق مهمة بدهم يقدموها زي أوراق هجرة أو أوراق عمل مع شركات كبرى أشياء من هذا القبيل فهي ممتازة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر اليوم موجود في بيت الأموال المشتركة فعشان هيك بدكوا تتفحصوا الأموال بشكل جيد وخصوصا اللي فيه معك شريك فيها اللي هي مال الزوج الزوجة بنك ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل فعشان هيك تتفحصوا حساب مشترك وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بحاجة للرعاية بدك تحاول أنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية يعني حاول أنك تهتم بالمسائل المالية وبرضو لا تغامر بالمستوى المالي لا تبدأ مشروع ولا تبدأ فكرة يعني فكر بالمواضيع ولكن لا تقدم عليها وتأكد من قدراتك قبل ما تخطي الخطوة وقدرتك على السداد والالتزام برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن صار مقابلكم تماما وبما أنه مقابلكم معناته طاقتكم شوي نزلت بتتركز جهودكم اليوم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو العاطفة وتعزيز العلاقة مع الأزواج أو بين الأزواج مصالحات راجع عن قرار سابق نقاش حوار اتفاق ولكن بدون عصبية بدون مشاكل لأنك أنت الحلقة الأضعف وأنت اللي رح تكون مهزوم أكيد إذا دخلت بحدية بالنقاشات فعشان هيك بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة لأنها الضغوط كبيرة والأوضاع ممكن تصعب إذا ما استغلتها صح اللي ما سمع في الجزء البداية أو قبل ما نبدأ في توقعاتنا اليومية اللي قلت حطوا اللايك والديسلايك وما حطهم يعني كثير هيك يعني أنت بتعاند فيه قاعد بتجاكر أنت أنت يعني بدك تستفزني بتحاول أنك ما تحطش اللايك أو دسلايك أو كومنت أو تسب علي أو أي شيء تكبس على الكبسات هاي يعني عاجبك عاجبك هذا الإلحاح اللي أنا فيه خلاص هيك شعرت أنه تبرياءك وعنفوانك أنك انتصرت علي أنه بتردش علي ها أسا أجت حبكت ما تسمعش الكلام طبعا أنت بتسمع كلام كل الأمي وقفت علي أنا يعني انزل انزل كبس على هاي الكبسات وبرضو نفس اللي شيء دعموا هدولا تكبسش عليهم ما فيش داعي بداش نغلبك يعني ولا دعم ولا فلوس ولا تشكرات ولا مش عارف إيش خليك 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 بس حط اللايك هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء